مصلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة استشهد أحد جنودها وهو الجندي عبدالله أحمد الحسن خلال مشاركته في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وأقدمت القيادة العامة للقوات المصلحة الإماراتية وفق ما بثته وكالة الأنباء الإماراتية خالصة عازيها ومواساتها لذو الشهيد سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في جبهات القتال ضد ميليشيا الانقلاب ودع نائب الرئيس اليمني القيادات العسكرية في بلاده بمساندة الجيش من أجل الخلاص من الانقلابيين وإنهاء المعاناة مثمنا دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية في بلاده ومنوها بمخرجات اجتماع وزراء الخارجية ورواساء هيئات الأركان في دول التحالف وتأكيدهم على استمرار الدعم للشرعية وإنهاء الانقلاب أما ميدانيا فقد دفعت قيادة الجيش اليمني بألوية عسكرية جديدة للمشاركة في القتال ضد ميليشيا الانقلاب في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وتزمن ذلك مع تقدم الجيش في قطاع الضبوع وبن بارق وبقية المواقع التي تم تحريرها ودحر الميليشيا الانقلابية عنها كما حقق الجيش اليمني تقدما جديدا في المعارك التي يخوضها ضد الميليشيا الانقلابية في جبهة مقبنة غرب تعز ما زالت ميليشيا الانقلاب الحوثي تكابر بقوابات ضعيفة ومتهالكة في جبهات متفرقة من البلاد ففي جبهة نهم شرق مدينة صنعاء تستكمل قوات الجيش اليمني عملياتها العسكرية الواسعة بعد تحرير العديد من المواقع الاستراتيجية والتي كان أهمها سد بن بارق وأجزاء من قرية بن بارق وجبال ضبوع إلى جانب أكثر من خمسة عشر موقعا كانت تتمرقز فيه الميليشيات وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات شرعية أسفرت عن مقتل نحو ستة وثلاثين عنصرا متمردا وجرح العشرات منهم قوات الشرعية تشتبك أيضا مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح صباح اليوم في جبهة كريش والوازعية بعد شن الجيش هجوما واسعا في المنطقة سيطر من خلاله على ثلاثة مواقع مهمة في تلك الجبهات وأننا عاهدنا الله ثم عادنا أبناء وطننا أن نكون لهم في المرصاد وأن نقاتلهم بكل ما نمتلك من قوة القبهات مستمرة في الغتال وبتقدم في قبهة كريش الحمد لله في فضل الله عززت قبهة كريش بقوة من قوة الحزام الأمني ومن القيش وهما صامدين ومنتصرين فالوازعية نفس الطريقة فمعززت القبهة فالقبهة بكل ما أمتلك من قوة المواجهات تتواصل بعنف في جبهات محافظتي حجة وتعز كذلك ففي الجبهة الشرقية من مدينة تعز قتل ستة عناصر من الميليشيا ما بين تبة القربية وتبة الدشكا فيما قتل قيادي ميداني حوثي في المعارك الدائرة ريحها في مديرية حارضة أبناء المقاومة الشعبية والقيش الوطني الآن يرفعون القاهزة كاملة في كل القبهات ومصممين ولدينا خطط استراتيجية لتحرير المدينة النفير العام لم يأتي من داخل القبهات النفير العام أتى من المواطنين المعارك اشتدت أيضا بين الجانبين على جبهة صرواح بمحافظة مأرب حيث لقي عدد من عناصر الإنقلاب مصرعهم بينما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لهجوم شنه عناصر التمرد مصادر مدانية أشارت إلى أن ميليشيات الحوثيين وصالح حاولت التقدم باتجاه تبة المراقبية لكن الجيش تمكن من التصدي لها وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ضربات موجعة توجهها قوات الشرعية والجيش اليمني في كثير من جبهات القتال لعل أبرزها في جبهة نهم خلال الأيام الماضية مما يدل على قرب عملية الحسم بحسب ما يقول الكثير من المراقبين عماد حيدرالي تلفزيون المملكة العربية السعودية عدن